موسيقى بيحكي عن قصة الأديسة مارينا لقاءنا رح يكون جدا مميز مع كارمن لنحكي عن شهادة حياتها معرفتها للأديسة مارينا وكيف قبلت بالكاستنج أن تكون هالأديسة يلينا ما كتير منعرف عن حياتها كارمن بالبداية أهلا وسهلا فيك عبر موقع النشرة كارمن دايما الممثلات عندنا نقطة يعني سؤال هل نحن منقبل ناخد الدور إذا بدنا نلعب فيه دور صبي بلا ميك أب بلا ما يبرز جمالنا بكل هالناتورال بشعر أصير يعني مش عم نبرز مفاتننا أنت كيف قبلت أنك تاخدي هالدور هل الممثل الحقيقي ما بيفكر بهول الاشياء الموضوع ما أجه حتى على بالي كانت مشدوقة بفكرة أنه أنا معقول إلعب دور أديسة مارينا أكيد ما أجه هذا الموضوع على رأسي بالعكس كان بدي شوف كيف بدي إلعبه على الإكستريم كيف بدي أخد الدور باحتراف باحتراف فا ليش تم اختيارك أنت؟ هلأ ليش كارمن بين كل المثلات؟ المخرج توني من أول مع الفيلم صار جاهز وبدو يبلش عملية الكاستنج أول شي فكر فيه هو كان يعلمني بالجامعة كنت تلميسته كنت تلميسته بيعرفني على سعيد الشخصة وبيعرفنا حضرنا قبل يعني عنده إيمان بموهبته بس من بعد ما لتقينا كذا مرة وحكينا بهذا الفيلم عمل كاستنج لممثلات كتير لهذا الدور والآخر رجع اخترنا هلأ ليش بيقلتوني أنه أولا شكليا مناسبة للدور وشايف فيه كمان الفيتشرز طبع الصبة قدري تخيل أنه أنا كصبة مع كل أنوستيك كأنساني يعني بدنا نقول وثانيا شئ للأداسة إذا بدك أول شي ما كان شايفه فيه قعدنا كتير وشتغلنا على هيدا الموضوع وبسط لي الأمر براسة بسط لي أنه الديسة كيف قدر ألعبها بأكتر بساطة ممكنة إي لأنه يمكن ببساطة بدأ توصل للناس بس كارمن أنا هون بطرح السؤال هل تا واحد يلعب دور الديس أو مثل الأبطال اللي أخدوا دور يسوع أو الأبطال اللي أخدوا أدوار الديسين هل بحياتهم كمان لازم يكونوا الديسين ليصدقون أكتر الناس أو لازم على القليل يكونوا مطلعين على جو الأداسة لأن كلنا على طريق الأداسة يمكن مطلعين إيه بس يكونوا الديسين أو العلاقة بحياتك بطايفتك أو قد أنت براتيكات ما بفتكر العلاقة بس الشي الأكيد أنه أنت كممثلة بدأ يكون عندك نوع من روحانية أو يكون عندك طاقة الطلاع يمكن طاقة لطلاع وحب رواتك لأنه هذا الشيء أكيد بساعد أنه أنت بالآخر عم تلعب دور بس في طاقة عم بتطلعيها من عيونك ومن قلبك وبتمثيرك لهذا الدور مثل مونيكا بلوتشي اللي أخدت أدوار كتير جريئة رجعت مسلت بالجيزوس أوف نازرات كمان حسينا أنه قدرت تأدي الدور يعني تقنعنا فيه نحنا بدنا نقتنع بس نحنا حكمنا أوقات ظالم بلبنان وبالدول العربية يعني إذا مثلا لو كنت أنت أخد أدوار كتير جريئة يمكن ما كنا تنعنا منك بقصة مارينا يعني إيه بتقولي أنه تاريخك السينمائي مثلا تاريخك بالمسلسلات ولأنك أنت ديسنت ممكن هالشي كمانا وسع المجال أنك تخدي دور الاتيسي ديسنت إيه بس باختلف مع يعني مزبوط فيه ناس يعني نحنا بالدول العربية عنا تعداص نفكر أنه إذا هذا الممثل مثل دور جريئ يمكن ما فينا نتقبله بدور الاتيسي بس أنا بالنسبة لإليه ما ألا علاقة أو بولا أي شكل من الأشكال أنا بكرة ممكن ألعب دور جريئ كتير وإخذه على الآخر مثل ما رحت بدور الاتيسي هيدا دور بالآخر هيدا دور وأنا ممثلة بالآخر تنفت بشروحي شو أثرت فيك الاتيسي مارينا بحياتي يعني أنت من ورها الفيلم شو تأثرت من حياة الاتيسي مارينا تأثرت كتير للصراحة أكتر مما كنت متخيلة وهيدا الدور يعني أنا بقله لتوني أنه من بعد ما خلصت هيدا الفيلم فهمت شو يعني المثلين أو الفنانين بس يقولوا الفن هو مثل علاج أو التمثيل هو مثل علاج ما كنت أفهم هيدا الشي قبل هيدا الفيلم عمل لي نوع من علاج ذاتي طلع لي كل شي جواتي يمكن كل شي باجاج عندي جواتي طلعته بهيدا الفيلم هيدا شو طلع لي كارمن؟ باجاج محبة باجاج أنك ترجع تقضي بينك وبين نفسيك مش بس محبة وطلع كل شي زعل كل شي أحاسيس جروحات كمان يمكن من أنا وصغيرة إلا هلأ الشي مكتب عبرة عنا الشي مكتب طلعتها طلعتهم بهيدا الفيلم قديش بسيناريو الفيلم يلي هو منه سيناريو في كتير حكي فيه نص كتير حلو ولكن ما فيه كتير حكي يعني فيه كتير تعبير كم ديك تعبريه بوجيك مثلا وقت مرد رمت بول وصديقته هيدا يلي حضرين الفيلم أكيد رح يفهم عن شو عم بحكي وقت متا أنت بدك تعتبت لومي يبين بوجيك حتى بآخر مشهد بالفيلم وقت قدرت تردعي البيبي وانت ما كنت تحبلي وما كيعنديك حليب يعني نظرتك للسماء انو كأنو عم تشكري الله عها العجيبة اللي صارت يعني عم بتعبري أوقيت بلا ما تحكي شو اللي صار صح قديش هشي تطلب منك مجهودك ممثلة أولا أكيد هون أنا بحب أحكي عن المخرج توني قدي حدا بيدير الممثل ديركسيون دكتور ديركسيون دكتور عن جد يعني بيطلع مني كل شي بيطلع مني حتى الاشياء اللي أنا ما كنت عارفة إنها موجودة وثانيا لأنو بيعتبر حالي بهيدا الفيلم مش بس أنا كل الممثلين ما كنا عم نمثل كنا عم نعيش الدور كنا عم نعيش بهيدا المطرح اللي نحنا فيه عم نعيش المشاهد وين كنت باي مطرح؟ صورنا بنقورة بإهدن بأنوبين بشبكة قريبين على محل ما سكنت مارينا مارينا هي قصة انتقلوها يعني من قصة وسائقية هي كتبت قصة حياتها الماشية وأكيد توني بحقولي يعني الأدابتاسون وتوني فرجالة اللي عم نحكي عنه مخرج وكاتب الفيلم ما كتب ولا هرطة لهوتية ولكن في بعض التساؤلات عند الناس يعني مثلا أنت بتعرفي أنه بالمسيحي وخاصة أن بده يترهب ما بيكذب فمارينا عملت كذبة أنه هي بنت وفيت ترهبت ليش وقتها ما كان فيه رهبات فيت ترهبت عند الرهباني صح بوقتها ما كان فيه رهبات وكان ممنوع على البنت تفوت على الدار وهيدا أحلى شي بكل فكرة الفيلم أنه هي هيدا البنت كيف تحدد المجتمع الزكوري بوقتها كرميل تفوت على الدار وتحدد كل أنواع الظلم وتحملت خطيئة مش خطيئتها وهيدا اليوم بفرجينا كمان أنه قدير حلو لوحد يعمل المستحيل كرميل يوصل لبادويا بغض النظر شو هو الشي اللي بادك كرميل بصاي بيسي اللي مسالتي دور الأديسة مارينا باسم مورين هلأ هو الاسم كمان كتار عم يسأله عنه إذا بتحب أنت تجاوبينا مورين مورين هو بس رياني مورين الأديسة مارينا صار بس رياني مورين وقت صارت صابة صار مورينو لأنه صار يقول لي مارينا لي مارينا مش مارينا لأنه هو بس رياني وأنتو كمان اعتمدتوا كتير كلمات س ريانية من الس رياني الأديم صح وبالأول على فكرة الفيلم كان ممكن يكون بس رياني وقت عملنا على الكاستين كان بس رياني كم بيك تحكي س رياني إي تعلمتي شواي وقتا el kaesting يعني المشهد قريناه وتمرنا عليه شوي بس رياني بس بعدين توني رجع قديش عندك تحديات يعني مثلت بأفلام إيرانية بدك كنت تمثل فيلم بسرياني قديش بالتمثيل عندك تحديات بينك ومن حالك كارمن أحلى شيء بالتمثيل أنه يكون فيه هالنوع من التحدي أي دور بتلاقي أنه هذا دور سينسب لكارمن تكون فيه أكبر تحدي هيدا الدور أكيد موريا ما فيه أكيد آه إن شاء الله بعدين بعد كم سنة يصير فيه دور تاني قليك قديش بزيت الوقت هالدور يلي عم بتقولي أنه كتير مهم بيحملك مسؤولية كبيرة شو بده تختار كارمن من بعضه ما هو هيدا الدور بيخوفني إنه شو بده يجي بعضه بس لأقلك سراحة أنا من أول ما بلشت بهيدا المجال حطيت براسة إنه الشهرة مش هي الهدف والشهرة السريعة ما بتهمني وقلت لأ لكثير أشياء كنت بعرف قول لأ للشي اللي ما بحس إنه أنا مناسبة إنه أكون فيه ورحداني عم فكر بهالطريقة هلأ أكيد صارت الشغلة بعد أصعب من بعد هيدا الدور بخاف من شو بده يجي من بعضه بس رح ضلني عم بانتبه كارمن عم بسألك هذا السؤال أنه يلي مسل دور يسوع بيباشنوف دو كرايست صرح هو بإحدى المجالات الأوروبية إنه ما عاد يقدر مسل ولا دور من بعضه قد ما كان مهم الدور قد ما يعني كان فيه مسئولية كبيرة فمن شي هيك بده يكون المسل دا ما عم بيمرو ويتعمل دور كتير مهم بحياته بهال تساؤلات إنه شو ممكن أنا أعمل من بعضه صح ما في شك إنه من بعض هيدا الدور القرار الدور اللي بده يجي من بعضه رح يكون صعب إنه يختاره بس بفتكر المسل اللي عم تقولي عنه ما بعرف شو ممثل قبل كمان ممكن هيدا كان أول دور أول دور وآخر لمعطق كارمن بي مورين بفيلم مورين بتعرفي الناس اللي ماننون مسيحية وبيسألو هنه إنه نحنا بالمسيحية أكبر خطيئة عنا الكذبة مورين لبست بنت يعني كذبت عن ناس لبست شاب وفاتت تترهاب وهي بنت فكيف بتبريري هالكذبة؟ أولا بيقلك إنه لو يعني توني كان عنده شغلة كتير عم بيركز عليها إنه القديسة قبل ما تصير قديسة هي إنسان كائن بشري صحي عايش مثله مثل غيره بس عنده طاقة يمكن زيادة عن غيره بالحب وبالعطاء وباله هيدا أول شيء أنا بقول إنه لو ما عملت هيدا الشيء ولو ما صار معا لو الخطيئة ما 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 تهموها بهالخطيئة وما تنكرت لشاب وعملت إذا بدك هالكذبة البيضة ما كانت بحياتها رح تسير قديسة يمكن لأنه كانت تري تتكمل بالكذبة وترتسم خورة وجسدي صعبين إيديا وهو دي ضد تعليم الكنيسة يعني ما وصلت له يمكن هاي الخطيئة وقفتها لأنه ترجع تتجه للأديسة وما تكمل بكذبتها كارمن مورين كمان البعض بيسألوا إنه بالفيلم الرهبين لازم يكون عندهم محبة لأنه هن رهبين فوقت تهموه بالزنة لو مورينو حمل البابي وما كان يليقيله أكله كل الناس تطرده والبيوت تسكرت بوجه والباب تسكرت بوجه دق بيب الدار وحتى الرهبين ما فتحوا له البيب فتعجبوا إنه كيف كان فيها ردة الفلعة عند الرهبين هن لازم ينادوا بالمحبة على القليل يعطوا أكل للبيبين يعني شو هالظلم؟ إنه حتى أنتوا يا رهبين ما فتحتوا البيب لمارينا يلي مع طفل بدت تعميه بس هنا أحلى شيء بالفيلم أنه بالمجتمع فيه من كل شيء حتى بالدار حتى بين الرهبين فيه الراهب اللي كله حب واللي بيطبع المسيحية بطريقة مصبوطة وفيه الراهب يمكن يلي بيحرف ويلي بيفهم المفاهيم بطريقة غلط صحيح فيه مشهد عن الراهب يلي فهم كمان نص الإنجيل على ذوقه بآخر الفيلم مورين يعني بيعطوا اسموا لإخوارنا عن الأكلة مورين ويرجع على الدار وبيتهموا إنه لازم يضلوا دي كل حياته يشتغل أشغال شقة وشو بيصير بالبيبين؟ ببيبين بتضل عم تهتم فيه كل حياته بالدار؟ أشغال شقة بس خارج الدار؟ أشغال شقة خارج الدار وأصلا إذا شفت فيه وقتا بيجي أسحوق بيجي بيضهر من الزريبة حتى بيقلها روح يشوفي شو بدك تعملي كيف بدك تعملي أول مرة؟ أول مرة قبل إيخرة فين؟ بتصير تشوف كيف بدت تعمي هالولد من أي حليب بدت تعميه كيف بدت يعني قبله معه ترجع على الزريبة؟ صح بس على الدار ما رجعت ما رجعت على الدار كارمن فيلم مورين إذا بنا نحكي تقنيا فيلم رائع جدا ومشغول باحتراف يعني أنا إذا فيني بصندفوا هوليوودي إذا بحقل لي أنا صنف لأنه أنا مش دارسي سينما أنت شو بتصند في هالفيلم؟ مظبوط إنه معمول بتقنية عالية جدا كل الناس اللي يشتغلوا على هيدا الفيلم هنا الناس محترفين جدا إن كان من الإضاءة مدير التصوير بول سيف كاميرا أبريتور حسن سلامة الناس اللي يشتغلوا على الكوستيوم من تونس الناس اللي يشتغلوا على الميك أب من إيران عن جد إنه المخرج توني وتقلع شامعون جابوا تقنيين من وين مكان وأشتر ناس لحتى يعملوا هيدا الفيلم كرمل هيك النتيجة طلعت كتير واحد بيصدقها وكتير كريدبل ومشغولة بحرافية كبيرة كتير ورفعنا مستوى للسينما اللبنانية صح ليش شو سمى بأول فيلم تاريخي لبناني؟ أول فيلم تاريخي أولا لأنه ما في أفليم تاريخية معمولة قبل بلبنان تانيا لأنه تقلع وتوني عملوا بحث كتير قبل ما يعملوا هيدا الفيلم وعملوا بحث مظبوط عن القديسة مارينا قصتها كيف صارت وجسمانها وين موجود هلا وكيف بدون يجاربوا يجيبوا الجسمان من بره وعلى هالأساس كلهم كتبت القصة ونعمل الفيلم كرمل هيك عم نصنفه كأول فيلم تاريخي لبناني كارمن بيدور مارينا وإفتق بالمونير معاصري يلي هو أستاذ جامعي ممثل كتير أدوار ولكن يعني ممثل كتير كبير وأدير شو كان شعوري كان في رحبة بينك وبينه كيف كان ما هو الممثل بيتلقى وبيعطي كيف كان هالأسلوب التلقي والرد أحلى شي للممثل بس يكون واقف قدام ممثل تاني عم يعطيك لطاقته يعني فيه تباد ممثل بكل معنى الكلمة ممثل بكل معنى الكلمة الاستاذ مونير معاصري بس يعطيك كل طاقته بالتمثيل وعيونه يكونوا عم يعبرولك وحبه وعطاء بكل مشهد خلص أنت عم تاخد منه عم تاخد منه وعم تعطي شو تعلمت من هالممثل كبير تعلمت منه أولا الصبر قدي المثل المثل الذي يكون صبور وقديش كان يقود لحاله كل النهار يقود لحاله قبل المشهد ساعات يركز على على مشهده طلع أقول أنا ما في يكون هيك أمتى بدي أصير هيك يعني جربت شوف عن جد كيف يتعاطى مع مشاهده كيف يتعاطى مع كيف يقضي نهاره ووقتي يكون عنده مشهد يصوره بفتكر أنه أحلى تجربة كانت المشاهد يعني كان عنديها مع الاستاذ مونير معاصري وعلى فكرة تعرفت عليها لأستاذ مونير من 9 سنين بأول فيلم طويل عملته في لبنان كان اسمه ريو ايفلان كان إخراجه فكان أول مرة يعني من رائع مونير معاصري رائع صار معكم شي هيك جبرت تعملي شي ارتجالي معه يما لأنه فيلم سينما ما بيصير ارتجالي ما صار ارتجالي أولا لأنه مش لأنه فيلم سينما لأنه الفيلم تقيل وكل مشهد مكتوب كل كلمة مكتوبة مثل معزوفة يعني ما فيك تغيري بالنص وما فيك ما انه شي مادرن لحتى تجارب تغيري فيه ان شاء الله هلأ ينعرض لأسكار أنا بقل بستاهل أوسكار أو ينعرض لجوائز مهمة الفيلم ان شاء الله لأنه كلكم مبدعين فيه لمست توضع تقلى شمعون بالفين كتير تقلى شمعون من أكتر شخص متواضع يعني وهيدا الشي بدأ قلك أنه كل المسيين يعني كانوا موجودين بهيدا الفيلم كله الناس متواضعين بالحياة ما فيك تمثلي بهيك فيه الموتاتة حقيقية إذا أنت حدا متعجرف أو حدا شايف بحاله أو حدا فوق قديش عملتوا واحدة وطنية في من كل الدينات عم بمثلوا دور رهبان دور رهبان يعني التزام مسيحي كامل مزبوط قويس مخلاليتي حسن فرحات علي ساموري أكيد لأنه بالآخر هيدا قصة حقيقية من لبنان وكله للناس فخورين أنه يكونوا عم بمثلوا بفيلم بفرجة قصة حياة نسيق إنه قديسة قصة بطلة من لبنان كارمن بصايبس شو عطاك يا مورين؟ كتير أكتر بكتير مما أنا عطيته عن جد يعني قلتلك قبل عمل لي نوع من فهمنا شو يعني العلاج بالفن يعني عطاكي بطولة مطلقة؟ لا ما بحبقول هيك خصوصي بهيدا الفيلم لأنه البطل تبع هيدا الفيلم هو كل المثلين والبطل تبع هيدا الفيلم هو القصة لا أكيد مش هيدا هو الفيلم اللي رحقول فيه هيك بس أكيد أنه رح يأثر كتير على رح يأثر على مسيرة الفنية أكيد إن شاء الله إن شاء الله أكيد رح يأثر إيجابيا وإن شاء الله يا كارمن تضلك من نجاح لنجاح بكل اختياراتك نحنا بيحلل حديث معك عن أمور كتير فنية بس خصصنا هالفترة نحنا وإياك لا فيلم الدين التاريخي مورين لنحكي أكتر عنه شو بدك تقول للناس يلي بدون يروحوا يشوفوا مورين بدأقول للناس أول شي روحوا احضروا هالفيلم أولا لا تشاجعوا السينما اللبنانية نعم تانيا رح تكونوا فخورين بس تحضروا هيدا الفيلم بس تشوفوا إنه هيدا الفيلم التاريخي معمول بلبنان بهالتقانيات وبهالمستوى العالي تالت شي بتتعرفوا على الديسي مارينا بتتعرفوا على هالشخصية من لبنان وما رح تكونوا إلا مبسوطين وفخورين إنه هيدا الإنسانة من عندكم من أرضكم فتحضروا الفيلم عندها شي كنيسة ديسي مارينا؟ في كنيسة أول شي بأنوبين وفي أكبر كنيسة لقلع بأرمينيا واللي ما بيعرف جسمانها بفنيز وهلأ عم بيشتغلوا تالاوتوني على إنه يجيبوا الجسمان بالصيفية إن شاء الله خير إن شاء الله خير كلمة أخيرة لكراء ويبسايت النشرة قراء ويبسايت النشرة إن شاء الله تكونوا ومبسطوا بهيدا اللقاء وبحب أعرف رأي الناس بالفيلم بس يحضروي أكيد رح يعملوا تعليق إيه فيهم يعملوا تعليق على الويبسايت كارمن بصايبز أهلا وسهلا فيك إنت نجمة بكل معنى الكلمة مرسي ونحنا بدنا نشكرك على هاللقاء الحلو أكيد رح يكون لقاءات متتالية كتير حلوة نحن وياك نحكي أكتر كمان فن نحكي عن مسلسلاتك نحكي عن أفليمك يلي هلأ عم تتحضر نحن نشكرك مرسي كتير مرسي عليك بشكر كل يلي تابعونا عبر ويبسايت النشرة كان معكن هلأ المرة مرسي كتير مش دعونا عبر ويبسا تابعونا عبر ويبسايت نشكولهم مرسي كتير مرسي نشكولهم من قطعونا عبر ويبسايت نشكولهم شكرا